مصر الجميلة فؤاد الأول سنة 1929 أن يكون لمصر متحف زراعي يقوم بتوسيق تاريخ الزراعة المصرية وتطويرها ووقع الاختيار على صرايا الأميرة فاطمة اسماعيل ابنة الخديوي اسماعيل وشقيقة الملك فؤاد الأول ليكون متحف زراعي وقد اختير هذا القصر لوجوده على مقربة من وزارة الزراع ليسهل خدماته لها كمان زي النهاردة افتتح الملك فاروق المتحف رسميا وسمي متحف فؤاد الأول الزراعي بيضم المتحف آلاف المعروضات والمقتنيات اللي بتقدم في مجملها قراءة تاريخية للزراعة وتطويرها في مصر منذ عصر الفرعنة توجد في المتحف مقتنيات ونباتات ندرة جدا بعضها انقارض من الوجود زي نبات البرساء الذي كان مقدسا عند الفرعنة ونمازج لآلات زراعية تاريخية مثل المجراش أو آل الطحن الحبوب وبيعود تاريخها لـ 15 ألف سنة فضلا عن الكثير من الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية الزيتية وتطوير الأساليب الزراعية لدى الفلاح المصري وأشكال الحياة القروية عبر التاريخ كمان كونو تاني أهم مكان متخصص في الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعي في العاصمة المجرية بودوبست زي النهاردة سنة 1934 ذكرى ميلاد الممثلة المصرية كريمة مختار كانت بدايات كريمة مختار من خلال برنامج الأطفال الإزاعي الشهير في فترة بابا شار في الخمسينات ومن خلاله اشتهرت كسود إزاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإزاعي حتى عرض عليها المشاركة في بعض المسلسلات أو الأفلام السينمائية إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض فاقتصر عملها على الإزاع حتى سمحت لها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش واللي سهل لها العمل كفنانة سنة 1958 وشاركت في فيلم تمن الحرية أصول العائلية إلى مدينة ساحل سليم في أسيود أعلن فوزها بالجائزة تم أعلن فوزها بجائزة أحسن ممثلة للعرض الأرضي ونفس الجائزة وفاء منصة مع الفنانة في العرض وفاء عامر في العرض الفضائي للتفوق الممثلة المخضرمة لدورها في ممسلسل يتربف عزه لشخصية ماما نونا واللي كلنا حبناها جدا من خلال الدور ده وأداءها الذي نال رضا وإعجاب كل من النقاد والجمهور المصري والعربي وحصلت على جائزة النقاد عن دورها في فيلم ومضى قطار العمر ومن أهم أعمالها فيلم يا رب ولد والحفيد وبالوالدين إحسانة ومسلسل البخيل وأنا والحارة ويتربف عزه توفيت في يوم 12 يناير سنة 2017 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عام زي النهاردة 2020 ذكرى وفاة الممثلة المصرية مجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون علم أهلها وغيرت اسمها إلى مجدة حتى لا تكتشف ولا يتم اكتشافها كانت بدايتها الحقيقية سنة 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع الفنان إسماعيل يسين دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام مجدة لإنتاج الأفلام من أفلامها التي أنتجتها جميلة وهجرة الرسول ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعدو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة حصلت على العديد من الجوائز في مهرجانات دمشق الدولية وبرلين وفينيسيا كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة بعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية قامت بدور باريس في جمعية السينمائيات وأعتبرت من أبرز الممثلات في السينما المصرية إذ اتسم أداؤها بالتقمص للشخصية تزوجت من الفنان إيهاب نافع وأنجبت ابنتها الفنانة غادة نافع وتوفيت يوم الخميس 16 يناير 2020 في القاهرة عن عمر يناهز 89 عام بكده مفكرتنا زي النهاردة تكون انتهت